المجلس البلدي المعتمد مسبقا لضاحية الرملي كما تمت الموافقة على آلية رفع طلبات التصنيف مع الحفاظ على صلاحيات المجالس البلدية ورفض تخفيض ميزانية الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي للعام 2022 إلى جانب ذلك تمت الموافقة على فتح مركز عالي الصحي على مدار الساعة وإنشاء حديقة للزهور والفرشات في مدينة سلمان ووافق المجلس على تخصيص عقار لجمعية دمستان الخيرية وإنشاء جسر لعبور المشاة بالقرب من مخرج دوار 18 بمدينة حمد أيضا تمت الموافقة على إزالة مخلفات مشروع المارينة من ساحل البديع وفتح كبينة الصلاة بمدينة حمد خلال شهر رمضان المبارك بطريق 530 مجمع 1205 كما اتخذ قرارا بإدراج تطوير عدد من المشاريع والطرقات ضمن خطط المشاريع بالدائرة الرابعة كمخطط شبيليا وأرجان و جيون